كابتن عادل 2018 ما كانتش العلاقة على افضل حال مع الترجل انا بقول وبفسر كان وقتها خاف فيش الظلام هنا هم اللي لعبوا على العلاقة دي وهم اللي وطروا العلاقة قبل مباراة الاهلي والترجل اللي كانت في تونس شايف دلوقتي العلاقة ما شاء الله استقبال رئيس الترجل بنفسه رايح المطار عشان يستقبل بعثة الاهلي استقبل الكابتن محمود الخطيب طبعا السفارة المصرية موجودة كلها طبعا لكن شايف الترحاب الكبير بنادي الاهلي من الترجل وعودة العلاقات مرة اخرى خد بالك كابتن اسامة خلينا نروح في حتة غير قرة القدم اللي الكابتن بيعملها الفترة دي انت النادي الاهلي راح حتة تانية من العلاقات ومن حتى التسويق من الحاجات الكتيرة اللي غير قرة القدم اللي غير الفنيات انت فاهمني دي كانت نقصانة فترات من الفترات يعني اولا انت بقيمة النادي الاهلي لازم تتعامل بيها اللي هو تتعامل ان المفترض ان النادي الاهلي في افريقيا اكبر نادي في افريقيا هو الزعيم فلازم يعلم ولازم يبقى كمان حمزة وصل ما بين الاندية وخلي بالك في الايام اللي جاية النادي الاهلي يبقى ليه دور تاني كمان في حتة علاقات الاندية ببعض في افريقيا وده دور بيلعب احنا بنلعبه في الوقت الحالي كنادي الاهلي الرياضة في الكورة نفسها فانك انت في المباريات وانك تكسب بطولات والحاجات دي مدياق قوة وباور كمان انك انت تبدأ علاقتك تبقى علاقة جيدة يعني انت بتلعب قبل نهائي افريقيا ورئيس نادي الترجي بيطلع لك المطار علشان يقابل رئيس النادي الاهلي وانا متأكد تماما في المطش العودة هيروحي كابتين هيقابلو لا مش متأكد ده مليون في المية هيقابلو نفس الى افضل كمان هنا بيدوا رسالة ايه ان قرية القدم حاجة والعلاقات الشخصية المبين الاندية مش شخصية رئيس النادي برئيس النادي بس لا العلاقات اللي هي ما بين الكبار بتاع النادي ده رئيس النادي الترجي ورئيس النادي الاهلي العلاقة اللي بينهم علاقة ود علشان ما تجرجروناش للحتة بتاعت ايه الحتة اللي احنا مش حبانها اولا النادي الاهلي ما يحبهاش والنادي الاهلي المفترض ان هو ما بينسقش لها الحاجة التانية بقى المهمة اللي انا عايز اقولها لك اللي كابتين شريف اتكلم فيها ودي كنت حاجة مهمة بالنسبة لي انا المطشات السعبة كابتن الخطيب بيطلع فيها رئيس باسا مش لمجرد انه كابتن الخطيب طالعه بس لا ده فيه شغل بيعمله كل بالك يعني احنا ناس مدربين وعارفين لما تيجي انت لعيبتك مؤهلة نفسيا في المباراة ولما يتكلم معاهم رئيس نادي كل لعيب كرة وكل لعيب كلا وكل لعيب مقنع كل بالك ده مهمة جدا حتى المدرب المدرب لما بيكون كل لعيب جامد قوي بيقمع اللعيب كويس انت فاهم الحاجة التانية المهمة بيتكلم في حاجات انا متأكد تماما ما بيتكلمش في فنيات خالص ولكن بيتكلم في ناحية نفسية فانت لما تلاقي الفرصة انك انت تحيي كرئيس نادي زي ما كابتن شريف قال اللعيبة حيته مش من منطلق انه رئيس نادي انت فاهم انه رئيس نادي علشان هم لعيبة في النادي لكن لا من منطلق انه هو افدهم كتير او وعرفوا ازاي انه هو بيقعد معاهم وبيتكلم معاهم وبيشتغل معاهم حتى نفسية يمكن انا هقولك حاجة في المباراة السوبر دي انا لحظتها يا كابتن أسابي انك انت لما اللعيبة تدي الكابتن المداليا دي اغلى حاجة عند اللعب انت كنت لعيب وخدت مداليات وشفت الكابتن شريف خد مداليات المداليا بالنسبة لنا دي حاجة كبيرة قوي كونك انك انا عارف انه ممكن هيردها لهم تاني ولكن كونك انك انت بقلدها له دي معناه ايه انك معترف انه تعب معاك وده حاجة كوي وخلي بالك ده اللي احنا دايما متعاوديين منه عن الاهل ان الاهل دايما هو الكبير ودايما علاقة الاهل بالاندية كلها تكون علاقة جيدة